شعر مستشارو المجلس الوطني الانتقالي بقيادة النائب الأول لرئيس المجلس المستشار صالح مكي في مناقشة مشروعين أمام وزير إدارة الأراضي واللا مركزية الفريق محمد بشير شريف دوسة برفقة الأمينة العامة النائبة للهكومة المكلفة بالألاقات مع المجلس الوطني الانتقالي وتطبيق الثنائية اللغوية في الإدارة حيث يتعلق المشروع الأول الذي قامت بدراسته لجنة السياسات العامة والحقوق الأساسية والهريات بمشروع قانوني يقضي بتعديل الأمر رقم 017 صادر في 7 يونيو عام 2018 المحدد للمبادي الأساسية للتنظيم الإداري للأراضي بجمهورية شات وهو مشروع تناولت مواده الأحكام التي تم تعديلها من الأمر رقم 017 حول الوحدات الإدارية نظرا لأن المراكز الإدارية التي تم إلغاؤها بالنصوص استمرت في الوجود وعليه اقترحت الهكومة عبر هذا المشروع إعادة المراكز الإدارية التي تم إلغاؤها أما المشروع الثاني يتعلق بتعديل القانون رقم 006 الصادر في 6 من أكتوبر والقاضي بإعادة حيكلة الوحدات الإدارية والتجمعات المستغلة جاء هذا المشروع وفقا لمخرجات المنتدى الوطني الشامل الثاني الذي أوصى بإعادة حيكلة الوحدات الإدارية والتجمعات المستغلة وأن التعديل في هذا المشروع يتعلق بولايات كل من بوركو وديفيرات بيستي وإندي وودي وبعد الخطاب الذي قدمه الوزير محمد بشير شريف دوسة والذي تناول فيه أهمية المشروعين تدخل المستشهرون بأسلة مختلفة أهمها النظر في التعيينات الإدارية المتعلقة برؤساء المراكز الإدارية وتناول آخرون التقسيمات الإدارية لبعض المناطق وملح من أثار سلبية هذا وبعد الرد الوزير لمختلف الأسئلة التي أكد فيها بأن عدد الولايات وفقا للمشروع الثاني يظلوا 23 ولاية و115 محافظة و422 مركزا إداريا إلى جانب البلدية المختلفة هذا وفي الخطام صوت للمشروع 51 مستشرا بنعب و5 بلا وامتنع 7 أن التصويت ترجمة نانسي قنقر